إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما ونسلم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وكل عام وأنتم بخير وأسأل الله في بداية هذا اللقاء المبارك إن شاء الله أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجه الكريم وبعده نصيحتنا هذا اليوم بعنوان أحسن الظن بعباد الله كم من مشكلة وقعت كم من قتال اندلع كم من دماء أريقت على الأرض وأرواح أهدرت فلما سألنا عن الأسباب وجدنا سوء الظن هو المسؤول وجدنا الظن السيء هو الذي أدى إلى ذلك كله ولذلك المسلم يقدم دائما حسن الظن حسن الظن يا أيها الذين آمنوا ينادي ربنا تبارك وتعالى على عباده أن يحسنوا الظن بإخوانهم على النحو الذي ورد في صورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إلى أن يقول إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إن بعض الظن إثم يحذرنا ربنا تبارك وتعالى أن يحسن كل منا الظن بأخيه المسلم والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يحذر كذلك فيقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث الظن أكذب الحديث نعم فأحسن الظن بأخيك المسلم واعلم بأن الأصل هو حسن الظن فإن نتق الله تبارك وتعالى ولا نحكم على الأمور بمجرد الظن ولا نحكم إلا بأدلة قاطعة فنعطي لكل ذي حق حقه وننصف إخواننا وحادثة الإفك خير دليل على ذلك فإن حادثة الإفك وقعت ابتلاءاً كبيراً للبيت النبوي المبارك وابتلاءاً كبيراً لأم المؤمنين عائشة وقامت تلك الحادثة على سوء الظن نعم فقد أساء الظن عبد الله ابن أبي ابن سلون زعيم المنافقين وروج عن الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق روج عنها ما لا يقال وما يليق أبداً بأم المؤمنين عليها رضوان الله فعاتب الله تبارك وتعالى كل من أساء الظن بها من المسلمين وتوعد المنافقين وزعيمهم بأعظم العقوبة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ويعني عبد الله هذا ابن أبي ابن سلول زعيم المنافقين كان المطلوب إيه كان المطلوب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين هذا كذب صريح واضح من اختلاق الإنسان هذا بهتان لا أصل له وهذه من؟ إنها أم المؤمنين عائشة إنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ريحانة البيت النبوي الكريم بين أزواجه أمهات المؤمنين لذلك وبعد هذا الدرس من حادثة الإفك وتدرسونه وترونه وتقرؤونه جيداً في صورة النور بعد ذلك نقول لإخواننا ولأبنائنا وبناتنا وأخواتنا للجميع نقول لهم لا تحكموا على الأمور بالظن وأحسنوا الظن بعباد الله وقدموا قدموا حسن الظن دائماً الأفضل لك أن تظن خيراً وأن تحسن الظن حتى لو جاءت الأمور بعد ذلك على غير ما كنت تظن وما كنت تفهم هذا أفضل لك من أن تعيب فلاناً أو أن تهمزه أو أن تغمزه أو أن تقول في عرضه كلاماً لا يليق إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث قالها سيد المرسلين فتعلموا وتأدبوا يرحمني وأرحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته